أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على ضرورة تعزيز جهود الناتو لمواجهة الأخطار المختلفة مشدداً على التزام بلاده تجاه الحلف واتهم أوستن روسيا بالسعي للسيطرة على مدينة أوديسا ناقشنا دعم النيتو وتعزيز جهوده استجابة للأخطار المختلفة التزام الولايات المتحدة تجاه النيتو متواصل الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا خلفت نتائج مأساوية وألحقت الأضرار بالمدنيين والجنود لكنها في الوقت ذاته وحدت الشعب الأوكراني والنيتو والعالم الحر